يسعد لأوقاتكم يا رب اليوم رح اعمل معاكم البرياني بطنجرة الانستانتبات مكوناته هي حبتين كبار بصل مقليين ضمت كزبرة مقطعتا ناعم و 3 حبات بطاطا مقطعتا خشين ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكركم والملحة سبل رغبة عندي ملعقة كبيرة من معجون التوم ومعجون الزنجبيل بتقدر تطبخوها باللحم او بالجاج عندي كوب من الطماطم الفرنش طحنطن على البلندر وشوية زيت وكوب من اللبن الزبادي ووسمني طبعا ضروري بهاي الطبخة على برنامج السوتة هضيف الرز وطبعا لا ننسى الباق العطرية تبعنا ارفق رنفو الورق غار حب هيل عدول بنسميه ان احنا لجرام مسالة بحطها على برنامج السوتة مع شوية رز بشوحهم لحتى شم ريحة البهارات بعدين بضيف فوقهم المي السخني والرز لانه انا بدي اقسله الرز سلق بدي اقسله بنسبة 70% لحتى يستويه وطبعا لا ننسى نضيف الملح هحركوا شوي ولما بشوفوا وصل لدرجة الاستواء اللي هي 70% بهاي الطريقة برفعوا عن النار طبعا بتقدروا تستخدموا لهاي الطبخة الجاج او اللحم الشيلي انتوا بتفضلوه انا عملتها هالمرة باللحمة ضفطل له هون بهارات الجرام مسالة اللي ذكرناهم منه شوي الكركم والفلفل الاسود والملح الزنجبيل معجون الزنجبيل ومعجون التوم والبندورة اللي انا ضربتها بالبلندر مع ملعقة من رب البندورة حتى تعطيني شوي هيكلون غامي وتعزز النكهات وضفت اللاكوب من اللبان والبصل المقلي والكوزبرة والبطاطا وحركتهم كتير منيح لحتى يتجانسه وتركتهم عجنب بهاي الاسناء حطيت عبرنامج السوته ورجعت تضفت من بهارات الجرام مسالة حتى طلعت كمان ريحتهم بعدين حاخد قطع اللحمة بهاي الطريقة حاول شوي هيكل يعني نزل شوي من البهارات عليا وخليها تتشوح لحتى تاخد عندي لون من جميع الجهات بس خلصت اللحمة هون حضيف البطاطا كمان كمان البطاطا لازم خليها تتشوح وتاخد لون كتير حلو لانه البطاطا لما عمان خليها تتقلب السمنة وتتشوح منيح ما حتفرط معانا بالطبخة فهاي الحركة كتير ضرورية بهاي الاسناء ازا شايفين لزق شوي من بقايا الاكل لازم تحقون كتير منيح حتى ما تطلع لكم لما تضغطوا انه الطنجرة عم تحترق هلا برجع بضيف اللحمة بشيل البطاطا طبعا بضيف اللحمة وبضيف الصلصة يلي انا كنت متبلي فيها اللحمة وتركتها جنب وبضيفها حتى اضغط فيها اللحمة ما بضيف اي مي نهائيا الصلصة نفسة يلي انا كنت هاططة بضيفها لان هي فيها نسبة سوائل عالي نجي الميت اعلى قوة ضغط بالميت اعلى 24 دقيقة طبعا اللحمة من اللحمة للحمة بتختلف تمام من قطعة لقطعة بتختلف فلازم تكون معاكن اللحمة جدا مستوية ودايب دوابان قبل ما نحط نعمل الخطوة التانية هلا شوفوا انا اللحمة هون دايب دوابان عندي هلا حاجيب الحبات البطاطا ما ضغطتم مع اللحمة لان ما بيحتاجوا هذا الوقت كله لانه بعدين بتدوب عند البطاطا بحطة بين اللحمة بحاول انه اعملها فراغات بين اللحمة وبجيب عندي الرز المسلوقي اللي سلقته انا بنسبة 70% وبحطو فوقا هون بدون ما حركن ابدا وعلى الوجه طبعا لازم نحط شوي من البصل المقلي وشوي من الكزبرة الخضرة وورا نعنع لانهون بيعطوه نكهة كتير طيبة وهون انا عندي كمان سمني كمان ححطه على الوجه حتى يطلع الرز عندي يعني يطلع هيك عن مين المعلمة تمام على برنامج الرايس هحطون على النورمال 12 دقيقة لما بتعطيقون اوتو بس ببرنامج الرايس عادي جدا لا تخافوا اذا لقيتوا انتظرتوا عليا 15 دقيقة ولقيتوا لسه عاطي اوتو وما تحركت فتحوا وفكوا الضغط وفتحوا حتلاقوا الاكل مستوي والاكل خالصة تماما احيانا لما بنكون حاطين كميات فوق حد المكس متل ما انا صار معي بهاي الطبخة احيانا بتعلق الطنجرة وبتضل على برنامج يعني على كلمة الاوتو وما بتتغير ففتحتها بعد 15 دقيقة ولقيتها مستوي تماما وما اطيبة ولا اسهل ولا اسرع من هيك ومن الايت وزاد عملتلكم اياها بطنجرة الانستانباط لا تنسوني من دعواتكم جربوا لانه عن جد اكلي بتجنن وكتير سهلي وكتير بسيطة وحتعملوها بازن الله وحتعتمدوها بالطنجرة لانه بتطلع دايبي دوبان ولا اسهل ولا اسرع من هيك وصحة والف هنا على قلوبكم هاكتب لكم انا المكونات كلياتها تحت بسندوق الوصف واي سؤال بتقدروا تكتبوا لي اياه بالكومنتات وان شاء الله انا حرد عليكم كلياتكم وشكرا لقلكم شكرا لحسن المتابعة طبعا لا تنسوا تتابعوا الصفحاتي على السوشال ميديا كلهم باسم انستانت بات باينورا